السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بحضرتكم حلقة جديدة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه وذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فبها نسعى بإذن الله حامل وتعاني من فأر الدم أو الأنينيا نسبة الهومجروبين عندها ضعيفة تروح تعمل تحليل صور الدم كاملة أو بتحليل سي بي سي تطلع نسبة الهومجروبين ضعيفة تطلع نسبة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة ونص حداشر تعدي حداشر ونص تعدي تفترض تبقى اتناشر فما فوق طيب فترة الحمل بيحصل أن أنت بتبقي داخل حتى لو أنت داخل ما عندكيش أنيميا ممكن تصاب بالأنيميا في فترة الحمل خاصة في النصف التاني وهقولك ليه لكن المهم دلوقتي هل لو عندك أنيميا وفقر دم ينفع تصومي الحقيقة أصلا هو ما ينفعش حضرتك يكون عندك أنيميا أو فقر دم وتكوني حامل مش ينفع تصومي لأ ما ينفعش تكوني حامل أتخضيتي لأ أتخضيش اللي أقصده إيه ان ما ينفعش نحن نسيب نفسنا عندنا أنيميا وما نتعالجش بالمكملات الغذائية وبالتغذية ده هيتطلب منك إيه هيتطلب منك شغل على نفسك كويس جدا تطلب من حضرتك أن أنت تتلقي تغذية كويس جدا جنبا إلى جنب المكملات الغذائية اللي الدكتور هيكتبها لك وفقا لحالتك ممكن واحدة مثلا تكون الأنيميا عندها مطرسطة ممكن تاخد قرص واحد ممكن في واحدة تاخد قرصين ممكن في واحدة تاخد حؤن في واحدة ممكن الدكتور يقولها لا أنت هتتحجز في المستشفى وتاخدي محاليلة وبعد أنت تطلع تاخدي مكملات وممكن واحدة توصل أنها تحتاج نقل دم في فترة الصيام لو أنت ما عندكيش أنيميا ممكن يجي لك أنيميا بسبب الصيام سوق تغذية طول ساعة النهار المفاجأة بقى أن أصلا اللي عندها أنيميا أو فقر دم هي الوحيدة خد يبالك من المفاجأة دي المفاجأة دي صعبة جدا الوحيدة اللي ممكن تقدر تصوم هتقول لي ليه لأن من أعراض من أعراض الأنيميا وفقر الدم هو عدم الرغبة في الطعام سدة النفس اللي عندها أنيميا وفقر دم مش عايزة تأكل فتقول لك لا ده أنا قادر أصوم أنا عندي أنيميا وهصوم مفيش عندي مشكلة ده بيقولوا كلام فارغ ده أنا صمت وأنا عندي أنيميا أيه من أعراض الأنيميا هو عدم اشتهاء الطعام بس الكارثة إيه؟ الكارثة إن انت مش انت اللي بتصوم باقي كده انت بتعرض الجنين لخطورة شديدة تعالوا نتكلم عن أول تلات شهور وانت عندك أنيميا إحنا بنتكلم عن احتمالية لقدر الله بإصابة الجنين بمشاكل في الجهاز العصبي عنده نتيجة الأنيميا اللي عندك تقص الأنيميا اللي عندك ممكن تكون نتجة من نقص كذا حاجة حديد فيتامين بيتناشر حمض الفوليك لو هو فيتامين بيتسعة وده هيعمل مشكلة في الجهاز العصبي في أول تلات شهور في النص وفي الآخر الجنين بيكبر بسرعة وزنه بيزيد بسرعة فهيبدأ يسحب منك بسرعة هتتعرضي لأنيميا لو انت مش بتتامي بالتغذية فهتلاقي نفسك مش عايزة تاكل النتيجة تكون إيه؟ الجنين هيبقى وزنه صغير الجنين هيكون وزنه صغير مش هينمو بشكل كويس هتقصري على نمو العقل بتاعه نموه جسمه نموه عضلاته كل ده ممكن تؤثري عليه بسبب الأنيميا ممكن لك قدر الله لو الأنيميا تطورت قوي ممكن نلاقي نفسنا عرضة لولادة مبكرة ممكن نلاقي نفسنا عرضة لك قدر الله للنزيف ما بعد الولادة مش هتقدر يتردعي تصلك لو الحمد لله ولدتي طيب اذا في فترة الصيام ما ينفعش الحامل عندها أنيميا انها تصوم طيب اتخضيتي ان انت يحصل ده كل ده بسبب الأنيميا ما تتخضيش بالعكس لازم تفوقي ونعمل القاتل نعمل ايه بقى؟ نهتم بتناول الأغذية اللي بتحتوي على الحديد اللحم الحمر، البيض، الأسماك، الدواجن، البقليات، الورقيات الخضرة، الفواكه اللي بتحتوي على الحديد، التفاح نهتم بتناول حاجة زي البنجر او الشمندر رائعة في علاج الأنيميا وفقر الدم ناكل نغصب على نفسنا ان احنا نتناول التغذية لو انت ملكيش نفسك تاكلي كل ساعتين هي دي الحتة بقى اللي مش تقدر تعملها ساعة الصيام ان انت تاكلي كل ساعتين شوية واجبات صغيرة واحدة بواحدة هتبداية تعالج الأنيميا نفسك هتتفتح عن الأكل اول ما تلاقي نفسك تفتحت على الأكل اعرف ان انت بتعالج الأنيميا صحة طول ما انت نفسك مزدود طبعا مش بتكلم عن اول ثلاث شهور لان اول ثلاث شهور بيبقى النفس مزدودة دي بسبب الغسايان والقرف والكلام ده انا بتكلم بقى في الوضع العادي اللي هو الشهور المنتصف والاخر يفترض ان نفسك بتتفتح نفسك بتتفتح بشكل فطري عشان الجنين بيبقى عايز وانت بتيكل عشان الجنين طبعا مش بمعنى ان احنا بناكل عشان الجنين ناكل لنفارين وناكل كميات كبيرة بتكلم ان احنا بنزود سعرات عشان الجنين فعلا محتاجة ولكن هتصوم وعندك فقر دم اذا هتعرض للجنين وحضرتك الى مخاطر كبيرة خلي بالك هتقول ان انت معندكش بقى انيميا انا عايز اي واحدة قرار تصوم معندهاش انيميا دخل التصوم لو تقدر تعمل تحليل اه صور الدم اثناء شهر رمضان تعمل تتطمن بس لان الصيام ممكن يجيب فقر دم عشان سوء التخزين طبعا بعض اه الاخوات الفضيات ممكن يهجموا الواحد بسبب اه الحديث عن الصيام اه انه مسلا مضر بالصحة وكلام ده بس الكلام ده مش من عندي يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده مش من عندي ولو هو مش مناسب للحوامل مش مناسب للمهات الموضعات فما كانش ربانا سبحانه وتعالى اعطى هذه الرخصة اللي هي رخصة الافطار لهذه الفئة من خلق الله ومن عباد الله لان ربنا رحمن بهم فمش هتكونوا يعني اللي هم الناس اللي يتكلموا عن فوائد بقى الصيام للحامل اللي عندها انيميا تخيلوا ممكن نوصل لمرحلة ان في ناس يتكلموا عن فوائد الصيام للحامل اللي عندها انيميا فمش هتكونوا انتوا اعلم من الله سبحانه وتعالى اللي اعطى رخصة لعباده ان هم يفطروا لانه هو هنا مش حضرتك اللي بتصومي بارجع اكرر مليون مرة اللي بيصوم هنا هو الجنين اللي بيصوم هنا هو الجنين فعايز اقول لكم كمان ان انقطاع حضرتك مش بس عن الطعم لان انقطاعك عن شرب المية عن شرب المية ليه بيجيب انيميا لان ان المية بتحسن امتصاص المعادن والفيتامينات اللي موجودة في الاكل فاحنا ما بنشربش مية فبالتالي حتى الاكل اللي انت بتاكليه ساعة المغربية ممكن ما يبقلوش فايدة قوي لان احنا جسمنا افخوش ايه افخوش مية فدي نقطة مهمة جدا لازم نهتم بيها وبرجع اقول اللي عندها انيميا اوفار دم رجاء لا تصوم اظن الاجابة كده واضحة واجابة شافية واجابة كان فيها كل تفصيلة عن الانيميا اوفار الدم وبشكركم سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة